الوقت اللي انا لاحظت الفترة الاخيرة دي تنامي لبعض البرامج تحديدا بتتبنى فكر بعينه دون وجود الطرف الاخر طب نحاول ان احنا نلتقي يعني حضراتك بتقبل الدعوة غيرك لو يقبل الدعوة خليني اقول انا اقبل الدعوة ما عنديش مشكلة بالعكس انت قبل كده انا طلبت منك مناظرة وحضراتك يعني قابلتها واعلمت قبولك لاعلم الدعوة لو حضراتك وتقول لي بكرة انا مستعد لو تقول لي دلوقتي انا مستعد ما عنديش مش ليه لان الحمد لله الحقائق موجودة وفيه كتير من الحاجات اللي كانوا بتكلموا فيها قبل كده الجمهور النهاردة والشباب بدأ يدور وراهم وبدأ يفتح في البداية كانوا مبهورين بالكلام دي حاجاته ايه ده بجد الدين بيقول كده فلما قعدوا يسمعوا مننا ومن جرنا ويراجعوا الكلام تاني اكتشفوا ان فيه حاجات مقصوصة وفيه حاجات طيرة وفيه حاجات مش مظبوطة وفيه تلفيق بيحصل وفيه ضحك على الدقون وفيه حاجات كتيرة جدا 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 الغرض منها في النهاية هو افساد هذا الدين زي ما قلت لحضرتك فيه مشكلة تانية جدا يا سازهاني وارجو ان يعني صناع القرار ينتبه له فضل دكتور ومهمة جدا هنا قلتها وعيدها تاني انا كشاب مسلم لما الاقي دلوقتي ان عندي طيار بيزعم التنوير وبيزعم التجديد طالع بيطعن في ثوبة الدين الاسلامي انا هيحصل لي رد فعل عكسي فوري لان ديني عندي غالي فبدل ما حكون في منطقة الوسط انا حاجة من اتنين اما هطلع اقصى اليسار سأقول حد اما اقصى اليمين داعشي والاتنين خطر وخلي بال حضرتك في الغالب انا حسب ما بقعد مع الشباب وشفت ما بيكونش عنده قناة على الفكرة بالتيرين الشاب بيكون يعني خارج بزهقان ارفان فبيعمل اي حاجة فاللي بتلاقيه النهاردة ملحد بكرة بتلاقيه لابد اي شي واللي بتلاقيه داعشي بعدها بيقل ملحد حسب ما تطرقافه العمواج وفي شاباب بقولها ركن وبينزلوا فعلا والله من بره بصر يقعدوا معايا بيتكلموا بحسه هو قعد في نفس الاعداء ورايح جايه من هنا وبين هنا بالضبط ليه لان انت عملت ودمر له في ديني انت مش بتديه الخط الوسط وبعدين انت ماسك دايما تقول لك ايه البخاري البخاري هو طبعا يستحيي ان يتكلم في القرآن وان كان بعضهم زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت تجرأ على قضية الامان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال انها مش شرط وبذلك لما انت تنسي في الامان بالنبي عليه الصلاة والسلام اذا نسفت الامان بالقرآن الكريم حاجة بدهية يعني مش محتاجة ان احنا ايه دي بما اينا اذا وحداك رضيت عليه الحلقة اللي فاتت طبعا فلما نيجي النهاردة الوقت حضرات تتكلم معي وتقول لي انا كل تركيزي على السنة مليش دعب القرآن في الحقيقة هو كداب اللي بقول كده لان كل النصوص اللي انت بتجيبها من السنة وتنكرها ومش عجبك موجود اضعافها في القرآن طيب يعني اي نص مش عجبك موجود زيه في القرآن